اشتركوا في القناة بلك يوم الضين إياك نعقد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين أولبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم سيخلقون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل من مرسمون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدهون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتخرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تغهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحين أرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من قبله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خلفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله البثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكة إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواهم تخافونهم كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجاك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرفون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الإنسان بنا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدم تيديهم إذا هم يقنطن أولم يرون الله يبسط الرزق لمن يشاه ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجع الله فأولئك هم المطعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ضار الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجاك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسل للا قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلابه الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلابه فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيل أرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا منفر أرض مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذذين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخدق ما يشاء وهو العليم القذير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يوفقون وقال الذين أوتوا العلم وليمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البحث وهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولذين جدهم بداية ليقولن أن الذين كفروا إن أنتم إلا ورقين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حقا ولا يستخبنك الذين لا يؤذن الله اللهم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة